السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لطلاب الصف الخامس الابتدائي اهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله النهاردة هنشرح الجزء الخاص بلسن 3 & 4 ليونت 3 كتاب منهج التايم في انجليش اللسن 4 عندنا بيتكلم عن الفونيكس الليها الصوتيات في الكلمات وكيف ننتق الكلمات اللسن 3 بيتكلم عن الجرم هنبدأ باللسن 4 اللي هو الخاص بالفونيكس عشان ايه دي اللي فيها الكلمات المهمة في الجزء ده في الانجليش اذا انتهى الفعل بتي او بتي اي اذا انتهى بالصود ده ت او ده زي مثلا كلمة ويد ده اخرها ده ويدست اخرها ته لما اجدفلو ايدي بانطق ايدي اد اد زي كلمة دست دست ماضيها دست اد 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 نطرتها اد لانت الاخر صوت في كلمة دست ت ت ت ت ت ت ت ت ت او ده زي كلمة ويد هقول ال ايدي اد يعني ينفى اللغة بها تمام او التواب نفسه انفايت اخر صوت ت انفايتد هنا انتهى اد انفايتهد ت 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 لما بيكون في شجرة عايف لما بيكون في شجرة كده بيبقى في ويد تحتها فانت مفوت تشيل الويد ده تمام عشان بياخد الاكل بتاع الشجرة او الماء بتاع الشجرة ويدد فولد يعني يتني تمام يعني يمسك الكتاب ويتني كده يبقى كده فولد فولد جريت جريتد بلانت بلانتد يعني نبات او يزرع paint يعني الديهان نفسه اسمه paint وساعات بستغيمها كverb يكلمة painted يناون وبرب ناون الpainted الديهان نفسه او paint يعني يدهن او يلون موضيها painted painted roast يعني يحمس او يحمس او يشوي موضيها roasted shout شاوت يعني يطيح يعني shouted need 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 يحتاج موضيها needed عندها كلمة home home بيت او بتيجي بمعنى المنزل او الوطن lunch وجبة الغداء seed seed roosted beans roosted beans فول محمص يبقى الخلاصة الدرسة هنا اذا انتهى الفعل بالسودة ت او بانطاقهم وهديف بعدهم ايدي هانطاق ايدي اد دست تمام هنا موجود عندنا نتكلم عن ال yes هو انه WH question السؤال العادي السؤال بقى دا تشفى معدية في الماضي ما احنا عرفين ان دي دي بتدل على لماذا الماضي؟ هي helping verb دي الفعل المساعدة اللي بيدل على الماضي احنا اكترى السؤال ده كده وتشوف انت رفهمت ايام انه what did you do what did you do what did you do ماذا تفعل وماذا فعلت هنا هتبقى ماذا فعلت لان عندي did هنا ايه وظيفتها في السؤال بتحول الفعل ده لماضي يبقى كده افهم من زمن الجمله دي ان الجمله دي في الماضي لما قولك what did you do تستقديم لي فعل ماضي في الإجابة what did you eat اكلت ايه تقول لي I ate انا اكلت what did you play I played tennis ليه هنا قلت played tennis ما قلتش play ملت ليه I play tennis لاني عندي هنا did في السؤال did دي بتدل على السؤال ده تسأل في الإيه بسألك عملت ايه في الماضي what did you do ماذا فعلت في الماضي ساعتها تقول لي I played مثلا ممكن تقول لي I washed my hands مثلا I cooked breakfast I went to the zoo تستخدم لأي فعل الماضي وزي ما احنا عرفين ان you بتتحول ايه لأي بسألك انت what did you do تقول لي I وتحكي انت عملت ايه ماذا فعلت تحكي اللي انت عملته ممكن اقول لك what did you play ماذا لعبت بعد تقول لي I played tennis ده بالنسبة لو انا بسألك انت طب لو انا بسألك انت طب لو انا بسألك انت تمام بسألك انت مثلا على بنت عملت حاجة مع انا فاقول لك ايه what did she do ماذا انت ولا ماذا هي فعلت ماذا هي فعلت طب القملة دي فين في الماضي عرفت من اين من did what did she do هي عملت ايه she swept the floor الماضي بتاع sweep the floor swept the floor هقول she swept ولا sweep هقول she swept ليه لان انا بقول لك what did she do هي عملت ايه في الماضي هتقول لي she swept the floor يبقى لو انت ايه did في السؤال بستخدم الفعل الماضي تحت في الاجابة واذا ما احنا عرفين did بتهد الفعل بيجي بعدها الفعل في ال a في الماضي طبعا امتى بستخدم ايه كلمة ايه كلمة اخطر هنا did ليس اخطر you or does تمام طب بيجي لك سؤال مثلا في التشوذ what did you حنا نقولنا بعد did بيجي الفعل في ايه في الماضي what did you does doing ولا do قلنا after did we use the infinitive verb what did you do what did you play what did you eat what did you drink من غير اي اضافات خالص الماضي هنا عندي كلمة yesterday تمام نخلي بالنا what he do yesterday مبارح مش قلنا دي الماضي يبقى هنستخدم helping verb اللي بيدول على زمن الماضي اللي هي what does ولا do ولا did ولا is عموما هي تيجي مع does تمام وتيجي مع do وتيجي مع did وتيجي مع is طب هنا الفعل في المصدر يبقى عايز حد من العلاء الرخمة اللي احنا عرفين اسمه do و does و did يبقى هستبعد is دي خالص وستبعد do لان دو ما بيجيش مع هيا طب هنا yesterday في الماضي يبقى هستخدم did للhelping verb بتربع الماضي what did he do yesterday ماذا هو فعل في الماضي تمام what did do i did the laundry انا عملت لئي لان دي خالصة اللاندري كنت بيه بالغسل الملابس يبقى انا بسأل هنا بسأل هنا في السؤال مين what did i do ولا what did you do ولا what did she do احنا زي ما احنا عارفين ان i في الاجابة بتبقى يوه في السؤال والعكس يبقى انا بسألك انت what did you do انت عملت ايه هتقول ايه I did the laundry I did the laundry لا يمكنك أن أقول What did she do هي عملت I did the laundry لا تبقى she did the laundry يبقى هنا أختار you لأن الإجابة هنا ب I و I تبقى you في السؤال يأتي لك سؤال بشكل ثاني في re-arrange re-arrange يعني تعيد ترتيب الجملة تكوين السؤال question word helping verb subject verb subject بركال verb هذا تستفهام فعل مساعد فعل فعل هتبقى number one ما هي What طبعا ما تقمشي يبقى أولو حاجة اللي هي What اللي تحتها خط What الhelping verb بتاع الزمن اللي هو did مين السبجكت الفعل She What did she do What did she do كده عملت الايه السؤال number two You did what yesterday do number one what بسألك انت في الماضي بقى لازم الhelping verb بعد قلت ثم بيقى الهيل فعل المساعد بيبين زمن الجملة What did mean What did you أداة استفهام فعل مساعد فعل بعد كده الفعل اللي هو ايه دو وكمل بقية الايه الجملة ده بالنسبة للسؤال ب What or where or when نفس التكوين بيقى نفس الايه للتكوين بسأل اللي هنا بقى لأستفهام وبعد كده فعل المساعد والفعل والفعل تمام طب ممكن يجيبلك سؤال مثلا انا عايد واحد شرطي بقى كده يعمل لي ايه يكون معايا السؤال ده WS question is a simple past tense تمام هنا I baked a cake last monday I baked a cake last monday وعايزك تستخدم what عايزك تستخدم what عايزك تستخدم what عشان اعرف اكون السؤال لازم اول حاجة بعرف تكوني سؤالي اداة استفهام فعل مساعد فعل 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 مساعد بتاع الزمن الماضي البسيط طب اعرف منين مش همنا الجملة دي في الماضي I baked a cake انا خبست يبقى عايز فعل المساعد بتاع الماضي هلك تستخدم what يبقى what ايه what does ولا what did what did عداة استفهام فعل المساعد من الفعل I بتتحول تطلع you يبقى what did you baked what did you baked لا بتهد الفعل what did you bake ممكن اقول what did you bake last monday what did you do last monday ماذا خبست او ماذا ايه فعلت last monday يوم الاثنين الايه اللي فات يبقى ممكن اقول اي واحدة من دول what did you bake a cake دي اللي ساعدتها الايجابة طب what did you do يبقى الايجابة ايه bake the cake خبست الايه الكاك سؤال تاني she took out the rubbish yesterday she took out the rubbish yesterday she took out the rubbish yesterday هي اخذت ال rubbish yesterday took هنا في الماضي يبقى باسأل بإيه مثلا عايزة استخدم بwhen امتا اللي اجابة ترى باسعة ايه yesterday عايزة اقول لك امتا خراجت ال rubbish تمام يبقى هاسأل بwhen when هنا الجملة دي في الماضي عرفت من الفعل هنا ماضي يبقى when does ولا when did she تبقى when did she ماتا هي عملت ايه took out ولا take out the rubbish لا لو لقدت وحطت وعدها الفعل في الماضي when did she take out the rubbish when did she take out the rubbish when did she take out the rubbish الاجابة ساعتها تكون ايه yesterday اجابة yesterday هو انا طلبت منك تسأل بوين ممكن اسأل بوات عادي بس ساعتها اقول what did she do هي عملت ايه مش ماذا هي اخرجت الكمامة لا 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 يفعلش اقول ما هي اخرجت الكمامة لا لا he played cards in the bedroom he played cards in the bedroom عايزك تستخدم where اينا تستخدم ايه where where بستخدمها للسؤال عن مكان يبقى الإجابة in the in the bedroom تمام انا باسأل هنا هو لعب ايه ولا لعب الكارس فين played cards فين اسأل على مكان اللعب playing cards مكان اللعب فيه cards يبقى هتسأل بوير قلنا where باسألها بستخدمها للسؤال عن مكان where هنا played فعل ماضي وهتلع من فعل مساعد did where did mean he play cards where did he where play cards سوف نشوف تكوين السؤال كده ادي question word helping verb subject verb اداة استفهام فعل مساعد اللي بافهم منه زمن الجملة الفعل موجود عندك هنا والفعل موجود عندك فين في الإجابة i swept the floor in the morning i swept the floor in the morning swept دي الموضي بتاع sweep لو نفتكي sweep موضيها swept in the morning في الصباح هنا دا وقت ابدأ باستخدام when هنا swept تبقى هقول ايه where did ولا when did هتبقى when 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 ايه when did تمام قلنا i بتطلع you يبقى when did you swept ولا sweep the floor when did you sweep the floor ممتاز when did you sweep the floor when did you sweep the floor يبقى احنا كده عملنا سؤال بكذا شكل مختلف بكذا قدت تفهم مختلفة زي what where what where وين يبقى question formation بابدأ بال question word where when what have what time whatever باستخدم did تمام بعد كده subject i you we they we use the infinitive verb من مصدر الفعل علشان اكون سؤال مضبوط تمام اتمنى يكون الفيديو اعجبكم واتيساش تشترك معنا ف القناة ولايك وشير وشبكوا وبتوفيق ان شاء الله شبابي بنات مع السلامة